تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بتكثيف اعمال التأمين للمنشآت الحيوية بالدولة والتصدي للمحاولات الارهابية اليائسة التي تستهدف النيلة من عزيمة المصريين ووحداتهم الوطنية الراسخة فقد عززت عناصر القوات المسلحة والشرطة من اجراءاتها الامنية لتأمين وحماية المنشآت والمرافق ودور العبادة تزامنا مع بدء احتفالات الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد وشهد محيط الكنائس ودور العبادة انتشارا امنيا مكثفا لقوات حماية المواطنين لتأمين تدفق ابناء مصر من المسيحيين للاحتفال بالعيد كما كثفت الدوريات الامنية والمجموعات القتالية المشتركة من انتشارها بالشوارع والميادين الرئيسية للتصدي لاي محاولات للخروج عن القانون وتوفير الامن والامان في نفوس المواطنين بجميع محافظات الجمهورية